نادي الأهل النهاردة حافظ على لقب دوري السوبر لكرة السلة للموسم الثاني على التوالي على حساب الاتحادث جندري بعد ما فاز عليه ثلاث مباريات أو ثلاث مباريات مقابل مباراة واحدة في سلسلة مباريات النهائي حسم اللقب في المباراة الأخيرة المباراة الرابعة اليوم بنتيجة 72.70 في المباراة دي إيهاب أمين حصل على أفضل لاعب في البطولة كما حصل زميله عمر زهران على جائزة أفضل رامي سلسيات فيما حصد أنس أسامة جائزة هداف الدول هذا هو الخبر وهذا هو الحدث أما التعليق على هذا الحدث الكبير فهو كالتالي أتذكر أتذكر من كم موسم من كم سنة مش كتار يعني هنتكلم في حوالي عشر سنين وما بينهم تقريبا يعني لما كنت تسأل جمهوري النادي الأهلي أو الشاك النادي الأهلي اللي واغدين على البطولات والإنجازات يقول لك يا عم هي البسكت بتعمل ايه في النادي الأهلي مبلاها بسكت في النادي الأهلي ما احنا مش عم عندناش إنجازات كثيرة وكبيرة ومتكررة في كرة السلة وإن كان يعني النادي الأهلي أركامه في كرة السلة كبيرة بس اللي هي مش الاحتكار النادي الأهلي لما بيشارك في بطولة عادة عادة يحتكر أو على الأقل يكون هو في الصدارة في الصدارة الفرق اللي بتفوز بالبطولات فيقول لك ايه بالثقة الحلوة دي مش الغرور الثقة اللي هي بتاعت ايه أنا في القيتي بتكسب كل البطولات في كل الألعاب ما بلاها بسكت أدام مش متصدر فيها طول الوقت فبلاها بسكت والبسكت زي ما حضراتكم عارفين بطبيعة الحال هي أكتر لعبة في مصر فيها منافسة قوية جدا وحقيقة أكبر لعبة في مصر يعني هتروح ليه الكرة القدم هتلاقي أهلي وزمالك هتروح إلى هاند بول أهلي وزمالك طبعا فيه فرق بتحاول جنبهم بس يعني اللي بيسيطروا أهلي وزمالك هتروح للطايرة أهلي وزمالك البسكت لأ في أهلي وفي زمالك وفي اتحاد وفي جزيرة الدنيا مش سهلة انك تاخد بطولة كل شوية طيب النادي الأهلي بقى كإدارة كمنظومة تقول إيه لأ خلاص ارمي المنديل في موضوع البسكت ده نعتبرها لعبة مش لعبة بطولات في النادي الأهلي أقول لك لأ أنا الأهلي أنا الأهلي بما أني أنا الأهلي فلازم أخذ كل البطولات في كل الألعاب جم قرروا يطوروا في البسكت جابوا مدرم محترم جابوا لعبين محترفين محترمين جابوا لعبة محليين محترمين عملوا فريق محترم يشارك ويكسب دور السوبر للموسم التاني على التوالي يشارك في بطولة البال يشارك في السوبر اللي جايهو اللي هيبقى غالبا مع نادي الزمالك وصيف الكاس يبقى بيكسب كاس مصر كرة السلة يبقى 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 إنجازات وربعض 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 في كرة السلة عشان الأهلي يهيمن على كرة السلة المصرية على مدار آخر موسمين هنا الإشادة المين بصراحة لابد وأن نشيد بإدارة النادي الأهلي لابد أن نشيد بإدارة النشاط الرياضي في النادي الأهلي وبالتأكيد بعدها هنروح لمدير فني قوي جدا وهنروح للعابين رائعين جدا ونشيد بيوم والنهاردة هبا معانا نجوم النادي الأهلي لكرة السلة الفائز اليوم بدوري السوبر المصري إن شاء الله يكونوا معانا نحتفل بيوم ونبرك لهم ونقول لهم برافو عليكم عشان عملوا إنجاز كبير جدا نحن نتكلم على عمر عزب عمر روان سرحان هيكونوا معانا في الفقرة السنية إن شاء الله نحتفل معهم لعابين النادي الأهلي لكرة السلة النهاردة مش النهاردة بس الاتحاد برضو يستحق الإشادة فريقه جدا والاتحاد بقى في البسكت الكبير كبير قوي في قول إن الأهلي يعرف يكسب الاتحاد يعرف يتفوق على الزمالك وقبلها الجزيرة وا وا فالأهلي في أفضل أحواله في أفضل أحواله على الإطلاق في هذه اللعبة أنا بس ليه بدأت الكلام بهذه النقطة أنا أحترم جدا بشكل عام بشكل عام في الحياة الشخص أو المؤسسة اللي تلاقي عندها بعض الكسور في بعض الأماكن ناس تقولك يا عم أنا جامد جدا في كل حتة ما جاتش عديه الكن على جنب وناس تانية تقولك لأ أنا ما سيبش حاجة ما بقاش فيه أنا اللي في الصدارة فهمي أنت اللي هو إيه أنا مع العزة دي والفخر بالتاريخ والإسم هو ده اللي بيحصل دايما في النادي الأهلي بصراحة يعني عشان كده هتلاقي عندهم تفوق في كل الألعاب تقريبا بس تسنق لعبة أو اتنين تفوق في كل الألعاب بكلمك على الموسم ده طيب ده ليه كمان إن فيه منظومة فيه مؤسسة لما يبقى فيه مؤسسة هتلاقي مثلا فيه حد في النادي الأهلي مسؤول عن كرة السلة عن كرة اليد عن الكرة الطائرة عن الألعاب الفردية طبعا عن كرة القدم فكل واحد من دول اللي بيبقى مسؤول عن هذه اللعبة بيشتغل بكامل المسئوليات فبيعرف ينجح فتلاقي هنا ده بينجح وبياخد كل الدعم ده هنا بينجح بياخد كل الدعم ده هنا بينجح وبياخد كل الدعم عشان كده أنا بالنسبة لي فوزي الأهلي النهاردة ببطول الدور السوبر لو أنت لاحست أن هي مقدمة النهاردة عشان الموضوع أكبر من فكرة أنك بتكسب بطولة هي بطولة مهمة طبعا وكبيرة وأهم بطولة في كرة السلة المصرية بس الفكرة بتاعت المنظومة دي هي اللي خليتني النهاردة فكر نحن نبدأ لحكاية النهاردة بيئة النادي الأهلي وكرة السلة في النادي الأهلي والرياضة بشكل عام في النادي الأهلي وكيف يدور أنا بحترم النادي الأهلي عشان هو مؤسسها مصرية ناجح دائما أقول كده أنه عادة لما بتيجي تفخر بحاجة في بلدك طول الوقت تبص على مؤسساتها الناجح المؤسسات دي ناجحة المؤسسات دي ناجحة المؤسسات دي ناجحة في الرياضة الأهلي ناجح وزمالك في كثير من الأوقات نفس الأمر تتكلم عن الاتحاد في البسكت تتكلم عن أنداء بتحاول تعمل تطوير وقت فتشيط بيهم هادي الحكاية هادي الحكاية